فلا تقبل هذه الهدية وهذا الوضع هو الذي كان هاهنا فالمرأة أرسلت هدية إلى سليمان عليه السلام لا لأنها تحب سليمان عليه السلام إذ يلا تعرفه ولكن أرسلتها حتى يقرها وقومها على عبادة الشمس ولا يدخل معها في حرب فلذا ما قبلها سليمان عليه السلام بل قال أرجي إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا عهد لهم بها ولا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أي لنخرجنهم من بلادهم وهم أذلة أصاغرون كذا قال سليمان عليه السلام فاستعمل اللين في أول أمره وبعد استعمل الشدة في موطنها فاستعمل اللين إذ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين ثم استعمل الشدة إذ قال ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أذلاء ثم اتجه السليمان عليه السلام إلى جنوده قائلاً يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أيكم يأتيني بسرير الملك الذي تجلس علي هذه المرأة فالعرش سرير الملك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قيل قبل أن يأتوني مسلمين دخلوا في الإسلام لأنهم إذا دخلوا في الإسلام فأموالهم ستحرم على سليمان عليه السلام أموالهم ستحرم على سليمان عليه السلام فمن ثم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين فإن المال لنا في هذا الوقت ووقت الحرب مع هذه الكافرة حلال أم إذا أسلمت فيحرم المال كذا قال البعض وقيل قبل أن يأتوني مسلمين قبل أن يأتوني إلى هنا خاضعين وعلى الوجه الأول استفيد أن سليمان عليه السلام كان مسلما ويشهد لذلك قول المرأة في آخر الأمر وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فوصف نفسه بصفتين بناء عليهما نتخذ الأجراء وإني عليه لقوي أمين وفي المعنى وقد تقدم إن خير من استأجرت القوي الأمين وفي المعنى أيضا قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم فالحفظ اقتضى الديانة والأمانة وعليم اقتضت الخبرة فإذا استأجرت أجيرا فليكن قويا على العمل الذي استأجر من أجله أمينا في ديانته ليس بحرامي فقد يكون قويا ولكنه يصرق وقد يكون أمينا فقط ولكنه لا يجيد العمل فإن خير من استأجرت القوي الأمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ولكن العلم سبق القوة سبق قوة البدنية قال الذي عنده علم من الكتاب من هو الذي عنده علم من الكتاب هو شخص علمه الله شيئا من الكتاب آتاه الله علم من الكتاب من الشخص الله أعلم هل هو سليمان عليه السلام هل هو شخص من الإنس هل هو من الجن كل ذلك العلم به موكول إلى الله سبحانه وتعالى ولم يصح فيه خبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك تنظر إذا نظرت وجئت تغمض في هذا التوقيت قبل أن يرجع إليك طرفك أكون قد أتيتك بعرش هذه المرأة قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي حتى الوقت لم يذكر فيه أنه قال له افعل الوقت أسرع من ذلك وإن كان قد وافق على ذلك كما استفيل من السياق فأقول وبالله التوفيق إذا كان هذا من مخلوقات الله الذي عنده علم من الكتاب وأتى بعرش الملكة من بلاد اليمن إلى الأرض المباركة التي فيها سليمان عليه السلام قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه فما ظنكم بالله وما ظنكم بقدرة الله وقوة الله سبحانه إذا كان بعض خلقه أتى بالعرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه فما ظنكم بقدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده وكما سلف فالأنبياء أعقل الناس وأفهم الناس وأذكى الناس وأعلم الناس بالابتلاءات والاختبارات قال سبحانه وتعالى فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي الذي حدث هذا من فضل الله علي لاختباري وابتلائي ليبلغني ألي أختبرني أأشكر أم أكفر وهكذا كل منعم عليه بنعمة كل منعم عليه بنعمة إنما هذه النعمة للابتلاء وللاختبار إن شكر زاده الله وإن كفر فعذاب الله شديد لإن شكرتم لا أزيد أنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فشدير بكل منعم عليه أن يقدم شكرا لله سبحانه وتعالى على ممن به وأنعم قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم كذا قال سليمان عليه السلام ثم قال نكروا لها عرشها غيرها